على الوقت نتكلم شوية قبل ما نروح للتريندات المختلفة نتكلم على قرعة دوري أبطال أوروبا وقرعة كمان الدوري الأوروبي لأن فيه مفاجآت كبيرة جدا القرعة النهاردة أقيمت ونتجت عن مواجهات نارية مواجهات نارية أبرز المواجهات أهو حرارتكم شايفين دلوقتي وهو أبرز المواجهات من ريال مادريد وليفر بول اللي هو النهائي بتاع الأخر نسخة من جامل ونزليك اللي فاس فيها ريال مادريد على ليفر بول أعتقد كان 1-0 يا جماعة تقريبا كان 1-0 فالتحدي جديد لنجمنا للمصري محمد صلاح اللي توهج وتقلق مبارح قدام توتنام وجاب هدفين ممتازين بشكل رائع وبقدرات عظيمة مثل أشغر عند محمد صلاح ويدر أنه يساهم في فوز فريقه إلهام جدا على توتنام فملعب توتنام بنتيجة 2-1 هو اللي جاب الهدفين وكان جاب هدف توتنام هو هاري كين طبعا كابتن الفريق هو أحد أبرز اللاعبين في الدور الإنجليزي وهدف في المركز الثاني بعد هلند اللي محدش هيحصل له عنده 18 جون هاري كين جاب 11 جون محمد صلاح مبارح أحرز هدفه السادس لكن مواجهة ربما تكون سائرية أو محاولة للسائر بالنسبة لمحمد صلاح ومحاولة جديدة بعدما كان بالنسبة له نهاية تشامبينز ليجس اللي فاتت هو أو هي المباراة السائرية بالنسبة له بعد المباراة الشهيرة التي تصاب فيها على إيد راموس فأتمنى له يا رب كل التوفيق ويوصل أبعد نقطة في دوري أطار أوروبا ولعل عسد كونتي البطولة لتعود الإخفاق الواضح بشكل مبكر جدا في الدور الإنجليزي رغم أنه ممكن يبقى فيه فرص باس بعيد أوي يعني موضوع صعب الغاية في ظل المنافسة القوية ما بين أرسنال ومنشستر سيتي فده بخصوص الأرعى هقول لكم المباراة بالضبط ليبزيج الألماني مع منشستر سيتي بالمناسبة مباراة مستهلة لمنشستر سيتي ليبزيج من فرق قوية جدا كلاب بروز البلجيكي حيلعب بنفكا البرتغالي نواجه في المتناول بالنسبة بنفكا ليفربول الإنجليزي طبعا مع رياه مدريد ميلان الإيطالي مع توتنا من إنجليزي وأيضا انتراكت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي فرص نابولي أعلى ميلان و توتنا ما تقدرش تقول ممكن مين بس ممكن تكون أرجح شوية نسبة بسيطة أول ميلان بورسيا دورتوموند الألماني مع تشيلسي الانتر مع بورتو البرتغالي الانتر أعتقد أقرب باريس سان جرمان وباير ميونيخ دي مواجهة نهرية قوية جدا بسرعة داشتة طاقة عميلة يتأهل فيهم فمباريات دايما ممتعة في دور 16 من بطولة الدوري أبطال أوروبا على الصعيد الآخر والدوري الأوروبي ومواجهة أيضا يعني قوية جدا جدا ما بين مين؟ ما بين برشلونة الإسباني ومنشستر يونايتد الإنجليزي لما تيجي تبص على برشلونة في دوري أبطال أوروبا ما ينفعش خالص أو ما تقدرش تتخيل أن في يوم الأيام ممكن الاثنين يقابلوا بعض في اليوروبا ليجي يعني ما تلاقش بيهم يعني اسمين كوبار تاريخ عظيم جدا في أوروبا إمكانيات ضخمة للغاية مش طبيعي إن احنا نشوفهم في الجدول اللي قدامنا ده لكن هي الظروف بقى يعني فيش حاجة بتفضل على حالها فالاثنين هيقابلوا بعض في مواجهة قوية جدا في طبعا هذا الدور بالدوري الأوروبية يوفينتوس الإيطالي حيلاعب نانت الفرنسي مع نجمينة المصري مصطفى محمد نتمنى له عرب بكل التوفيق معاجهة قوية وصعبة بكل تأكيد سبورتينجليشبونة البرتغالي مع ميتلند الدنماركي على فكرة ميتلند ده اللي مستله قبل كده نجمينة المصري محمد زيدان مباراة قوية لكن أعتقد سبورتينجليشبونة أقرب شاختار دونيتسك الأوكراني مع رين الفرنسي وآيكس الهولندي مع يونيون بيرلين الألماني بايرن ليبركوزن الألماني مع موناكو الفرنسي شبليا البرتغالي مع اندهوفن الهولندي سالسبرج النمساوي مع روما الإيطالي دي مباريات الدوري الأوروبي وأرعى سواء هنا أو هنا قوية جدا وأكيد هنتمتع بس المباريات دي أعتقد معادها هي مؤكد بعد الكسر العام بس مش عارف إنت بالضبط يعني